بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليها أفضل الصلاة والسلام يا رب كلكم تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب العالمين متابعين الغاليين متابعين قناة مناسروة أكسسوريز أهلا بكم معايا من جديد ورشة جديدة طبعا في حد من متابعيني حبيبي سألتني على القاتم يا رب يكون هو ده كنت بعرض في فيديو من فيديو الخواتم مجموعة من الخواتم اللي اشتغلناها مع بعض للحجر الواحد مع سلك النحاس وكان ده تقريبا هي الخاتم اللي قالت لي عليه فطلعته كده وقلت لازم أجاوب على طلبها إن شاء الله هنعمله مع بعض النهاردة بس حبيت بقى أختار الحجر اللي هعمله به طبعا هغير الحجر بصوا كده طبعا ينفع يتعامل بستة أو بعشرة قصدي تمانية أو عشرة عشان يعني الدايرة تبقى واخدة حقها شوية ويبقى الخاتم شكله شكله حلو لو ستة أو أقل من كده هيبقى الخاتم طبعا شكله صغير ودي بتبقى طريقة تانية للخواتم أو شكل تاني للخواتم فاحتمال كبير هختار دلوقتي بين المقاسين ده حجر الأمر وده حجر عقيق بلون الأزرق كده المفروض إن أنا هختار بينهم خليكم معايا بعد الفاصل نشوف هختار إيه ونشوف السلك اللي هنستخدمه كمان الأدوات فخليكم معايا نعمل الخاتم ده مع بعض النهاردة من أسهل ما يكون إن شاء الله وتقدروا تنفذوا بمنتهى سهول خليكم معايا أهلا بيكم معايا من جديد بصوا زي ما شفتوا كده أخدت السلك بتاعي غهزته أربعين سنتي من السلك الواحد ونص ملي وكمان تقريبا متر أو أقل من متر تمانين سنتي من السلك النص ملي اللي هو سلك التربيد الأدوات بتاعتنا طبعا الزرادية الخشنة الصافة عمود خواتم ودايما العدة كلها بتبقى جنبي لو احتاجت مبرد احتاجت أي حاجة بتبقى العدة كلها جنبي ببتدي على طول أقول بسم الله الرحمن الرحيم اخترت حجر الأمر هبرز كده اللونين اللي في النص كده واشوف هيبقى شكله عامل إزاي في الخاتم لأن المقاس بتاعه هيبقى مناسب أكتر من مقاس تمانية لو تلاحظوا هنا مقاس هنا تمانية صغير شوية على الصبع بتاعي ممكن لو انتوا مقاسكوا أصغر فهيبقى مقاس تمانية مناسب أكتر بصوا بقى الخاتم هيبقى هنا مختلف غير الطريقة التقليدية اللي احنا بنشتغل بيها أول حاجة هاجم النص بس مش أخد المقاس بقى هاجم النص واعمل دايرة على قد الحجر بتاعي بالشكل ده على عمود الخواتم؟ أيوة على عمود الخواتم لأن احنا أصلا عمود الخواتم وعمود الأساور احنا مش بنستخدمه للخاتم فقط احنا كمان ممكن نستخدمه في عمل الدواير يعني احنا النهاردة لو بنعمل أي تشكيل على شكل دايرة بستخدم طبعا عمود الخواتم أو عمود الأساور هو اللي بيزبط لي المقاس بتاعي زي ما انتوا شايفين معايا كده فانا أخدت الدايرة اللي هي مناسبة لمقاس الخاتم لأنه هو ده الخاتم بتاعي وهبتدي بعد كده أو هو التصميم اللي هو اللي فوق ده اللي انا بركب من خلاله الحجر باجي بعد كده بقرب دول من بعض قوي على قد ما أقدر وبالزرادية كده أنا عايزاهم يبقوا مقابلين لبعض عشان هبتدي بقى أكمل الخاتم بتاعي في النقطة دي كده بصوا باستخدام طبعا العمود هبتدي أعمل التصميم والشيء بتاعي يبقى مظبوط هقربهم من بعض أكتر وابتدي أظبطهم مع بعض بالشكل ده واشدوهم كده هنا بقى المفروض إن الخاتم بتاعي أنا لفة السلك على الدايرة كاملة ومن خلال اللفة ركبت كمان الحجر فهاجي بالشكل ده وهعمل كده هزبط بس الجزء ده الأول عشان بعد مركب الحجر يبقى الدايرة بتاعتي مظبوطة وما أعودش أعدل بعدها همسك كده الدايرتين دول أصبطهم وابتدي أثبت زي ما اتفقنا هاجي كده هثبت على السلك اللي هو الفرضاني الواحده الأول لما باجي ثبت على سلك فرضاني بيبقى التثبيت يعني أحسن فهاخد كده وخلي السلك بدون ميل زي ما اتفقنا برضه في الفيديوهات السابقة عشان السلك يبقى شكله حلو وأهم حاجة السلك بتاعي ما يبقاش سلك على سلك بعدي كده السلك وابتدي أشده بعد كده هدخل جوه شوية عشان أنا عايزة الدايرة أو اللفة بتاعة الأسلاك دي تبقى على الدايرة من جوه طبعا ده بزبطه بعدين في الآخر اللي هي البداية بتاعتي أنا دايما أصبطها في الآخر بعد ما بلف السلك بتاعي بحتاجي إن أنا أصبطها أكتر فبرجع لها تاني بشدها بشكل أفضل وأنضف لما بتلف في الآخر لو قصتها دلوقتي ممكن تريح مني فباجي بعد كده بعد ما بلف اللفتين دول أو التلاتة باخد بقى السلكين مع بعض بالشكل ده كده وابتدي ألف بشويش خالص واحدة واحدة أنا مش مستعجلة أنا عايزة اللفات تبقى منتظمة عشان السلك بتاعي يبقى شكله حلو واللفات بتاعتي تبقى شكلها حلو بعد كده بوصل كده النقطة معينة اللي هي بتبقى في النص الناحية التانية من الطرف الخاتم أو طرف الدائرة اللي هركب فيها الحجر هبتدي أخد الحجر بتاعي وازبطه بالشكل اللي أنا عايزاه لو هو فيه ألوان بالشكل ده لو هو سادة طبعاً بركبه بأي شكل هاجي كده زي ما قلتلكم عايزة أبرز الخطين البيض عشان يبقى باين الحجر بتاعي فهاجي هركب الحجر وابتدي أسبته الناحية التانية في النص كده هوسع سلكين وابتدي أخد لفة السلك بتاعتي بينهم بالشكل ده أهو واشد كويس جداً بصوا خلاص تسبت وبعد كده أخد السلك بتاعي معايا الطرف التاني من تحت وكمل لف الخاتم لأن المفروضة أنا بلف الدائرة حوالين الحجر بالشكل ده أهو واحدة واحدة الحجر طبعاً هيبتدي غير ما يكون بلف من غير الحجر طبعاً عشان أنا لفة الدائرة بتاعتي على قد الحجر بالزبط كده وابتدي بقى أكمل أمشي بنفس الطريقة اللي هي واحدة واحدة السلك بتاعي بالشكل ده بصوا هرجع تاني لغاية ما أكمل برضو لغاية نقطة البداية اللي أنا ابتدتها آآ معاكم في لفة السلك بتاعتي واحدة واحدة كده أضبط أهم حاجة ما نجيبش سلك على سلك عشان بيبقى شكله مش حل وممكن يريح بعد كده والخاتم بتاعي بقى شكله مش مزبوط خلاص هكمل وارجعلكو تاني أشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم بعد كده بقى هناخد المقاس بتاعنا ونبتدي شغلنا بعد كده هاخد العمود بتاعي وابتدي ألف المقاس بتاع الخاتم هيبقى الحجر ده زي ما انتو شايفين كده هنا على الصبوع هنا وباقي الخاتم لورا كده فهاجي أخد الجزء ده كده واخليه مرتاح على العمود وابتدي أخد ألف السلك بالشكل ده كده هنشيل بقى ده عشان نبتدي نشوف الخاتم الجديد هيبقى كده أو العكس كده ونزبط لو عايزها العكس كده يبقى لازم دي تبقى هنا لو لقيتها كده هعمل كده وبشويش قوي وبسرعة وهاخد السلك بتاعي أجيبه كده لان انا عايز الحجر بتاعي يبقى بالشكل ده بصوا اهي مش هتبقى محسوسة والخاتم مش هيتأثر بس بسرعة نعمل الحركة دي طالما احنا عايزينه بالشكل ده انا هلبسه كده نزبط بقى مقاساتنا ونبتدي بعد كده نعمل الشكل ده عشان نكمله كده نكمل الخاتم بتاعي رايح الخاتم بتاعي قوي انا عايزة يبقى مرتاح على الصباح ده اللي انا بعمله دلوقتي عشان الحجر بتاعي كبير بشويش كده بالبوز بتاع الزرة دية بابتدي اريحه بنزله شوية كده من قدام من غير امغير في الشكل بتاعي وبعدين بازبطه عايزة ينزل كده اهو اعدل وابتدي بعد كده بقى الف اللفات اللي هي هتكمل لي الخاتم بصوا ابتدي يزبط هاجي كده من هنا وابتدي اخد اللف بتاعتي بالشكل ده بالشكل ده كده وكده هاجي بقى بعد كده اعمل الدايرة بتاعتي نشير الزيادة ومن هنا هاخد اللفة بالشكل ده سكروا اللي صغي ببسيطة كده بشويش ونخلي بقى من المخاتم حسب بقى الشكل اللي احنا حبينه او المقاس او الطول في ناس تحب الخاتم يبقى جاي على كف الايد كده كده هعملهم الاتنين وارا بعد عشان يكملوا الشكل زي طبعا الخاتم اللي معانا او طبعا مش هيطلعوا شبه اا بعض بالزبط انت عارفين اي شغل يد او الهاند ميد او الشغل اليدوي عمره وبالزاد كمان او بالاخص الشغل السلك لان احنا باللف سلك صعب التقليد فيه مستحق او ثلاؤ ودي من اميز ااا دي اميز حاجة فيه على فكر يعني ان احنا ان هو الشغل نفسه ما بيتقلتش دي ميزة تمام خلاص كده هنا طبعا ما اكسد اكتر لانه من فترة لكن هنا لسه بيلمع لمعة النحاس الاولى يا رب يكون سهل وبسيط والحجر الاخبر احلى على فكرة لان هنا الدائرة كتت اوسع كتير ان شاء الله تقدر يتنفزيه ويا رب الفيديو تشوفيه ويا رب الكل كمان يستفاد بالفيديو والخاتم يعجبه متشكرة لكم وتابعتكم الحلوة كلكم على راسي وطلباتكم دايما على راسي لو اتأخرت على حد مش عايز اي حد يزعل ميني ان شاء الله يعني هحاول اوفي اي طلب لكم باذن الله اتمنى لكم كل التوفيق ما تمسونيش من دعوة حلوة شكرا قبوليكم مستنيا تعليقاتكم الحلوة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة